بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الشرطة البيان والمسارين حياكم الله في العنصر الثالث من عنصر هذه القناة عنصر العقل ضوء كتاب كتاب اليوم مدير الدقيقة الواحدة الجديد الدكتور كين بلانشارد والطبيب سبينسر جونسون طبيب سبينسر جونسون هو نفسه مؤلف من الذي حرك قطعة الجبل الخاصة به تلك القصة الهائلة العظيمة ونفسه مؤلف هذا كتاب مدير الدقيقة الواحدة كتاب مدير الدقيقة الواحدة يدور على عدة مفاهيم للشركات أو المنشآت أو المؤسسات يتحدث عن ثلاثة أسرار السر هداف الدقيقة الواحدة السر الثاني إشادات الدقيقة الواحدة والسر الثالث إعادة توجيه الدقيقة الواحدة هنا يتكلم أيضا عن أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المؤسسة أو أي منشآة عندما تجذب موهبة معينة هذه واحد جذب الموهبة معينة اثنين الحفاظ عليها ليس فقط جذب الموهبة وإنما الحفاظ عليها هذه الأولوية القصوى لأي منشآة ثم يبدأ بالتحدث عن بعض المفاهيم في هذا الكتاب أو الكتيب يتكلم أيضا يؤمن بقاعدة العشرين ثمانين عشرين ثمانين مفاد هذه القاعدة أن ثمانين بالمئة من النتائج المهمة بحق تنتج عن عشرين بالمئة من الأهداف فعندما يتم وضع أهداف الدقيقة الواحدة بحيث تتراوح نسبة الأهداف نسبة عشرين بالمئة من الأهداف تتحدن من ثلاث إلى خمس نقاط رئيسية وبالتأكيد هنا تظهر النتائج واضحة جدا نعم أيضا نتحدث عن السر الأول في أهداف الدقيقة الواحدة حتى تنجح هذه الدقيقة وضع الأهداف هذه حتى تنجح عدة معايير وضع هنا خمس معايير المعايير رقم واحد التخطيط تخطيط الأهداف معا بين المدير والموظف بين الرئيس والمرؤوس ووصف هذه الأهداف بإيجاز ووضوح أيضا النقطة التي تليها يجعل الأشخاص يكتب يجعل الشخص يكتب كل هدف في صفحة واحدة ومع موعد الهدف المحدد لانتهاء منه وكل هذا يتم في صفحة واحدة يعني كل هدف في صفحة مستقلة عن صفحة الأخرى النقطة الثالثة المطلوب من الأشخاص استعراض أهم الأهداف كل يوم يستعرض الشخص أهم الأهداف عنده كل يوم وهو الأمر الذي يستغرق بضع دقائق فقط لأنه كل هدف هي من ثلاث إلى خمس أهداف وكل هدف مكتوب في رأس الصفحة فيراجع على هذا الهدف كل يوم حتى يرسخ في العقل بعدها تشجيع الناس على التوقف دقيقة للنظر إلى ما يفعلون ماذا يفعل هل الاتجاه سيره صحيح إلى هذا الهدف أم لا وهل السلوك يتماشى مع الأهداف أم لا النقطة الخامسة إذا لم ينجح ذلك فلابد من تشجيعهم على إعادة التفكير فيما يفعلون بحيث يمكنهم إدراك أهدافهم على نحو أسرع هذه النقطة الأولى النقطة السر الأول السر وهكذا يسرد أيضا بعض الحكم أو النصائح على الطريق يقول ساعد الناس على تحقيق إمكاناتهم الكاملة واضبطهم وهم يفعلون أشياء صائبة وليس أن يضبطهم المدير أو المسؤول وهم يفعلون أشياء خاطئة لا الأشياء الصائبة بالعكس هذا جيد هذا ممتاز هذا مميز المكافأة على هذا الضبط الشخص وهو يفعل أشياء صائبة نعم عندما يلاحظ الشخص أني فعلت شيء صائب أو مديري عندما يلاحظ أني فعلت شيء صائب لابد أن يخبرني بأنني فعلت شيء صائب حتى يكرر هذا الفعل ويطور وهكذا ويستمر الكاتب أيضا أو الكاتبان يستمران في تحدث في هذا الكتاب والآن الحديث عن السر الثاني لهذا الكتاب في نصف دقيقة في نصف دقيقة واحد عند النجاح بفعل معين واحد يقوم أو تقوم يقوم المدير أو تقوم الجهة المسؤولة بالإشادة بالأشخاص في أسرع وقت ممكن اثنين تدعى الأشخاص يعرفون ما الشيء الصائب الذي فعلوه النقطة الثالثة إخبار الأشخاص بمدى الرضا عن هذا الفعل الصائب يعني هذا المدير يخبر الموظفين الذين أسفل منه أنه والله أوه ما شاء الله فعلتم فعل جيد كذا شهادة تقدير مكافأة مالية رحلة سياحية إلى آخره هذه كلها مكافأات لابد أن يشعر الطرف الآخر أن هناك فعل صائب وأنني كمدير أنا راضي عن هذا الفعل هذا كله في نصف دقيقة ثم يتم توقف لثواني ثم نصف دقيقة الأخرى بعد الصمت للحظة حتى يشعر الطرف الآخر بالرضا واو نحن فعلنا شيء جيد نصف دقيقة ثانية التشجيع على القيام بالمزيد من الأشياء المشابهة الشيء الذي يشجع عليه العمل الجميل الذي يشجع عليه يكرر العمل الجميل الذي لا يشجع عليه لا يكرر يدفن في أرضه النقطة الأخيرة توضح بأن دايك ثقى بهم وتدعهم ينجحون المرة تلو المرة السر الثالث من أسرار هذا الكتاب عند الوقوع في مشكلة عندنا هناك دقيقة واحدة نقسمها قسمين نصف الأول من الدقيقة هذه أعيد توجيه الشخص بأسرع وقت ممكن لا أدعه يغرق في الغلاط النقطة التي تليها أؤكد الحقائق أولا مع استعراض الأخطاء للشخص ومع تحديد الأخطاء هذه لا يكون والله أنت أخطأت في كل شيء لا تحديد الخطأ نقطة التي تليها التعبير عن شعوري بالاستياء تجاه هذا الفعل ثم الصمت لثواني نصف دقيقة ثانية عندما أصمت هو سيشعر أنني مستاء في هذا الصمت نصف دقيقة ثانية بعد الصمت لابد أن أشجع وأن أقول له أن عندك يا فلان فعل أفضل من هذا أنت استطيع أن تفعل أفضل من هذا أنت لديك قدرات وهبك الله إياها أنت لديك الشهادة الفلانية الدورة الفلانية أنت حضرت المحاضرات الفلانية عندك الخبرة الفلانية أشجع أنك أنت أفضل من هذا الخطأ الذي أخطأته النقطة التي تليها أعطيه الثقة لا أنزع الثقة منه أعطيه الثقة وبل أدعم نجاحاته السابقة أيضا النقطة الأخيرة عندما ينتهي هذا الشيء ينتهي لا أعود إليه عندما ينتهي ينتهي لا أعود إليه وهكذا يتكلم هنا أيضا عن تغذية الراجعة ويقول التغذية الراجعة هي فطور الأبطال التغذية الراجعة هي التي تجعلنا نواصل التقدم والتطور لا أحد يرفض التغذية الراجعة وأيضا يقول هنا حكمة كل شخص فائز محتمل بعض الأشخاص يتنكرون في صورة خاسرين فلا تدعم ظاهرهم تخدعك لابد أن تجد الفائزين لابد من وجود هؤلاء الفائزين والتمسك بهم أيضا يقول هنا استغرق دقيقة واحدة للنظر إلى أهدافك ونتكلم عن الأهداف الشخصية ثم تحقق مما تفعل وانظر إن كان يتوافق هذا السلوك مع الأهداف أم لا كل هذا في دقيقة واحدة لكن شرطه أن يكون كل يوم مع النفس أيضا يتكلم إننا لسنا مجرد سلوك إننا الشخص الذي يدير السلوك نحن لسنا مجرد سلوك هناك أشياء مختلطة بالمشاعر بالأحاسيس نحن لسنا مجرد سلوك وإنما شخص يدير هذا السلوك وهكذا ثم في نهاية الكتاب من جمالية هذا الكتاب يضع خريط عامل الكتاب يوضح فيه الأسرات الثالثة ويوضح فيه كيفية الآلية التي يقوم بها ويوضح فيه أشياء وحكم أخرى أنصحكم بقراءته مدير الدقيقة الواحدة شكرا لكم والمعذر على الإطالة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة